التيارة الصدري وغيابه في ظل تمديد فترة تحالفات الأحزاب هل من الممكن أن نشارك في أحزاب ووجوده في العملية القادمة؟ الحقيقة نحن من المشجعين رجوع التيارة الصدري لمارسة عملها السياسي التيارة الصدري لديه جمهورة لديه مريدين وهي تكمل يعني ضعفة نوعية للعمل السياسي كلما كانت تعددة المشارب والأطاريح والأطروحات والأطاريح والبرامج معناها صار أكثر من خيار أمام المواطن أكثر من خيار لتقديم الخدمة أكثر من خيار لورية حكومات محلية فاعلة منتجة الأخوة لا زال فرصة قائمة ما نسمعهما يتداوله بعض أخوتنا وما نسمعهم بعض القياداتهم السياسية وغيرها الخط الأول الثاني أنه أكو هناك فرصة لكن هم الآن متكتمين ما يدعي لنون ما نعرف يعني لحد الآن هل حسم قرارهم بعدم مشاركة أو لا أمنيتنا أن يرجعون عن قرار إذا كان لديهم قرار عدم مشاركة أن يرجعون عن قرارهم ويشاركون بالعمل السياسي خصوصا أن هناك حكومات محلية خدمية هم لديهم محافظين في بعض المحافظات أو نواب في بعض المحافظات الأخرى لديهم وجود بالمحافظات لتعزيز هذا الوجود مالتهم لكي يطرحوا نظريتهم في خدمة الناس أعتقد التصدي للعمل هو امتيازاتها أكبر من الابتعاد عن العمل السياسي بهذا الشكل خصوصا أنه لديهم رجال دولة في يعني أقصد بهم محافظين في أكثر من محافظة نعم